مرحبا بكم اني سيلكل اليوم نعمل خبزة سهلة على الاخر ونعملها بطريقة كما لاير كاك لاير كاك عندها مكوناتها ايا هوني خذيت 6 عظمات 6 بيضات للي افصلت الصفر على البيض وعندي 170 جرام سكر وزيتهم زوز باكويت فاني سكر فاني وعندي 240 جرام فارينة ورشة ملح فارينة ميتين واربعين جرام ناخذ من الاول اكلاب بيض امتاع العظم نحط عليها عصرات قارس والقارس يعمل كما تختاغ البودر دو تختاغ اللي عملوها البخوفيسيونيل هذي وصفة رايبخو مهيش وصفتي معناها وصفة بخوفيسيونيل قلت بش نجربها حتي تحسيلو في بلاست البودر متاع التختاغ يحطو عصر قارس نحط في بلاست عصر قارس واول ما يطلع العظم كما الثلج نقولو وقتها نبدأ نحط في السكر على ثلاثة وإلا أربعة مراحل لهني باش ناخذ المول متاعي القياس متاحا 20 سنتي العرض متاحا والغرق متاحا 10 سنتي حتى أقل شوية مش مشكلة اخذت البابية كويسان وطويتو على أربعة وبعد زيتك وطويتو على ثنين للي ولا بالطريقة هذيها نحط اكل الطرف متاع المثلث هذيك في وسط في المركز متاع الدائرة اذيك اللي عندي ونقص الزايد ومبعد نحلها ونقلب تجي في الفن متاع القلب اخذ البابية كويسان تطوية على ثنين وبعد زيت ثنين أخرين وبعد زيت ثنين أخرين حتى يقولي كما يريدوه وبابية كويسان اخر قصيتو على ثنين وحطيتو بالطريقة هذيها باش ما تلسق ليش في المول وكي تطلع ما تفيد ليش اما القلب كبير مش بش تفيد معني ومبعد لصقهم اذوكم بالزبدة اينا اللصقهم بالزبدة بنحبهم شو ضايعينك الحراف هذوكم ايال هنين بعد ما تركض العظم وذيب السكر وامور واضحة وقتها بش نزيد أصفر العظم قلت لكم اذيها طريقة برو متاع واحد من عرش شكون ولا واحد اخترعتها فرانساوي ولا فرانساوي حسينو نتفكر كان كلمة الان يظهر لي نسيت اللقب ايال المهم قلت نجرب الطريقة هذيها وحطيت الأصفر بالكعبة بالكعبة انا في بالي اليابانيين هما اللي يعملوا هكا لكي كم تاحهم ياخي هاوفا مش كون قالك عملها اخترحها ومبعد ما تركضت مليح بك الفيتس نفس الفيتس معناها القوي اكا هاو وقتها نهبط وانا نغرب الفيرينة وبليش خميرة ما نعملوش الخميرة نغرب الفيرينة على ثلاثة ولا اربعة مرات حتيش للي تتلم ما عادش نراو فيرينة ماذا بينا بالفوية هكاية اسهل ملي بالسباتول سباتول تاخذ اكثر وقت حسب رايي انا انا الهناي راو الكمية اللي تراو فيها راو متاع سبعة كعبة عظم زد في الفيرينة وزد في السكر وزد في العظم قل قيل الف عليش تعطي فينا في وصفة مش هي عطيتكم الوصفة من اللوي اللي بديت بستها كعبة عظم يخي صار لي اكسيدان انا مركزتش مع روحي حتي حليت العظم الكل مع بعض وفردش قاله وبعد جبت الاصفر حتيتوا واحدو تفال قوليش يكعبة الاصفر قاعدو طرف اصفر في الابيض كي يده طرف اصفر في الابيض ما يطلعش معانا ابيض العظم قاعد هكيكا يوتر كاذ يمكن عشرة دقايق وما حبش يطلع معايا ابيض العظم وليت زدتوا ابيض عظمة وحدها وقت لقينها زدتك ابيض عظمة وحدها تركضوا امور وضاحت وليت زدت اصفر عظمة وزدت نفس المكونات بش تقعد هي بيدها الوصفة كي ما تعملها بتلاثة عظمات وتقسم كل شي على اثنين كي ما مش تعملها باثناشن عظمة ولا ستة عظمات المهمة كحسابات بش تحسب حساباتك انت ايا بعد ما حتيتك الفيرينا وخلطتها مليح حتيتها في القالبة بتاعي وقصيت الورق الزيد بش ما تحرق ليش في الفور ومن بعد جيت بش نعمل القاناش مونتي القاناش مونتي بتاع الشوكولاتة بالحليب الشوكولاتة بالحليب حتيت لهنى 400 جرام كريمة سائلة ما اقلش من 30 بالمية مادة دسيمة وحتيت عليها 200 جرام شوكولاتة حليب تحب تعمل شوكولاتة كحلة اعمل شوكولاتة كحلة اما تجيك مكبوسة اكثر في باديه معني تنجم تزيد شوية في الكريمة حتي 20 ملي وحتيتهم في الميكرو واند حتى بديت تغلي الكريمة وقت لي قريب تغلي الكريمة خرجتهم وقعت نحرك فيهم وذوبتهم وزدتهم 100 جرام زبدة الزبدة بيردة معاك السخانة هي اللي بيش تبرد لي الكريمة والشوكولاتة ذيبتش الزبدة حتيت لهنى اكل باكي سلوفان حتيتوا اون كونتاكت ديريكت معا الشوكولاتة وباش نحطو في الفرجدير اقل حاجة 40 سوية عباش يكبس روحو انا ديما نسبق ونحط في الكنجيلاتور طابتش القاتوم بعد ما حطيناها هرتوني كيفاش دورتها باش نوزحها بالتساوي ورغم اذاك وطلعتلي من في الوسط خاطرني ما حقيقة مستوي تهيش مليح اما حاولوا بسكينة ولا بقفيم غرفة استويوها باش تجيكم قد قد متتسيكمش نحيو منها بزيد وحتيتها في الفور على 180 درجة مدة 45 ولا 50 دقيقة المهم بعد تقريب 40 دقيقة حل عليها وحط فيها كغدان طويل ولا سكينة كان خرجتلي كنظيفة خرجها نحي تلها الوحدة متاحة راهي الجنوازة دي مهيش طرية راه من داخل اي خفيفة مهيش طرية كالخفيفة طرية لا كما البسكوية تظهر اكثر دجا تحسها ثقيلة في اليد حتيتها تبرد طوى على جنب وجيت بجي نحضر كريم شانتي باكو كريم شانتي حليته في 150 ميلي لتر حليب بارد واركثتهم مع بعضهم وهذا هي القاناج مونتي متاع الكريمة اللي بالشوكولاتة بالحليب شوفوا الهن كيفاش ما تكبستش شيء ما تكبستش معانيها بالقديق هذيك هي الشوكولاتة بالحليب راهي وانتي ونوع الشوكولاتة اللي بشي تستعملها راه معنى اول مرة انا تقعد لي هكا سوية وما تشدتش روحها حتى دخلتها في الكنجيلاتور شيء ما تشدتش روحها يا اخي قلت ايبارة خلنركضها ونشوفها اينا ركثتها من هنا وهي شدت روحها والكريمة اعطت مفعولها وامورها واضحة معنى متغركمش المظاهر المهم تبرد كمبليتمون ما تكثروش في الركضان متاحا رابك تركضها اكثر من لازم ما عاش تجي رطبك تولي حبيبات وتفصل الزبدة وحدها والماء واحده معنى الحليب ولا الكريمة ولا الماء يخرج واحده لهنى تركضت معانا امورها واضحة حتيتها في بوشادوي زادة وحدها حتيت الكريم شانتي في بوشادوي حتيت القاناج منتة في بوشادوي وحدها وعملت كيس متع قهوه هذكا باش نطري بيه القاتو تنجمه تعملو حليب ولو انو يقرس الحليب يفسد تعملو شحور مثلا جيت لهنى باش نحي الزايد اكل فوقاني هذكا البومبي نورمال ماهن نحي اكثر منها كيكا اما قلبي وجعني باش نحي زايد برشا قلت اي نحي القاع اليابس ونحي اكل الراس الفوقاني اللي طالع برشا حاولت نحي اكل الاحراف اليابسين حتى لذلك تنجمو تنحيهم الى ما تحبوهو مش وهذا هو الجنواز بيسكوين سميها خطرها مكبوسة كيما ترى بالهنى انا قصيتها على اربع تقان كما قلت لكم خطر عاملة سبع عظميت معنى اربع تقان انتوما يجيكم اجود شوية من اللي عندي انا وحاولوا قصوا بالمستوي وكلنا ايدي مش خويت ما نجمش نجيبها مستويه اما حاولتنى باش نقص قد ما نقدر قريتو قديش تتفتت الوحدة اللي فيها البيب اقولوا احنا اللي فيها اما مكبوسة راهي مكبوسة شوفوا ما شاء الله من داخل هي مغرية اما ما تتخيلوش باش تكون قاتو كيما القاتو اللي نعرفوه معنى كالطرية والخفيف وكل الجنواز جنواز نعاود ونقلكم كيما البسكويت جنواز اكي يكا بسكويت جنواز اي طوا نفضت منهم اكل الفتيفة الزايدين حطيتهم هكا على جنب واتبدا طوا باش نحضر المونتاج خذيت طبقة اللوطنية بالكلة هي طبقة الاخرة هذيكا نحطها هي بيت بطبيعتها الاخرة وحطيت عليها القهوة اما هوني ماذا بيك تبلها مليح راني ريتو قد ما بليتها هكا بالقهوة باقي حسيتها هكا شيحة شوية نجم حطها انتي واشنواز القولي بشتعملو تبلها بجو دو فخيز ولا اورانج ولا اناناس انتي والقولي بشتعملو واخذيت القناش دورت دورت بيه هكا على جنب والكريم الشانتي هي بش نحطها في الوسط اختياري راوة هنا حاولت بش نستويهم بعض وليت نخلي فيهم اكيكا طوكي نحطهم فوق بعضي بشتوي واحد حاولوا الهني لقاتو كيما تقصها كيما تحطها فوق بعضهم مش مجيش شيرة طالعة وشيرة هابتة نجم تعمل حتى علامة مع بعضهم هكي تهبط بالسكينة في شيرة واحدة ببعض كي تحطهم فوق بعضهم تعرفوا من هي متعنا هي وهذي طاقة ثانية كي العادة اما حتيت لها الهني كراميل بغسالي عندي حاضر كيما هو حكا حتيته في الوسط والله برنانها زيت برنانها هذيكا والطبقة الاخرى كي العادة للقناش وفي الوسط الكريم الشانتي جيت قط قد الكريم الشانتي وحتيت فيها فيرميسين متاع شوكلاة تحبوا تحطوا بفري ولي موجود معنا المتوفر عنك وطاوة نكمل نسكرها الكوفيرتور طاوة الخرانية ببقيتك القناش خليت راني من البوء اللي قعد فيها ومن بعد ناخذوا حاجة كيما هكيا للقطاعة ولا اسباتولو حاجة عريضة بش نجمو نستويو بها الكريمة ولا سكينا خشينا نحاولو انسكروا البلايس اذوكم راهو قد ما تستويها من بره قد ما تكليكش برش كريمة وكيما كانت خليها كيما خليتها اينا بحرافها وديفورمي شوية راهو بش تكليك كريمة خاصة الطاق الفقاني الطاق الفقاني لك زايد راهواني كريمة زايدة تسمى طاوة اشتر الباكو هو باكو الكريم الشانتيكي تاخذ باكو تبدا فيه زو ساشية تساشيلو اللي عملتها للحشو والساشية الثانية حتيت عليها 150 ملي حليب بارد وحتيت عليها بغرفتين صغار مليانين كاكاو ووركثتها وهي اللي بش نعم بها الزينة البرانية خطت القناش وفيلي سينو ونعملهيش خذيت البوش وخذيت الدوي اخترت الدوي هذيه وحتيت فيها الكريمة متاعي وعلى فكرة بعد ما قديت القاتو حتيتها في الكونجيلاتور بش تبرد بالقديو وتشد روحها من بره ولهني خذيت 100 جرام شوكولاتة و100 جرام حليب كريمة سيلة مش حليب كريمة سيلة وذوبتهم في الميكروواند هذيه للكوفيختوغ البرانية من بعد ما ذيبو خذيت منهم طرف حتيتو فيسا شي ولا بوشا دوي ولا وين تحب انتي بش نعملو بيها الزينة متاعنا ليهني راهي سيلة ردو بينا نشدوها بيدينا بش من كبوهيش هوني سبقتني وهو كيفاش نمشيوها بش نعملو كالدمعات اذو كو نبدأ ونعملو كالزيكزاك نعملو هاو ككيمة الزيكزاك بش يهبطو دمعات مستويين ومزييني وكي تبدأ ديفيا علش انا قلت لكم حتيتها في كونجلاتو بش كي نخدم بيها وهي ديفيا الشوكولاتة تبدأ مي الكريمة زيدة بيردة تجمد فيسا و تقعد لك الدمعات ميهبطوش لكل اللوطة ومن بعد اللي بقى هذيك نكوفري بيه الفوقاني هذيك كارني صبيتو لكل فرد مرة عمينا صبيت شوية خفت ليه تيحلي على جنيب بيفسرلي المنظر وإيخي يجمد نشوفوا كيفاش جمد تفيسع خطي كنت كمي نغطوكو في الكنجلاتور ولي تفيسع كملت سكرتك لجنيب اذوكم مدام الشوكولاتة مزيلت سايحة وكب واكالالطروف اذوكم ما طاون نغطيهم بعض بالزينة هذي تطوى القاتو وحطيتها في البرزنتوار اذي قلتك اللي بالاخطاء اللي خذيتو من تيمين اذي كاوريته لكم خاطر عندو الاخطاء متاعو احسن حاجة انو القاتو يكون مسكر كيتحطو في الفريجيدير ومن بعد زينت بالكريم شانتي بالكاكاو هون يردو بنا نجمو نعودو نحطوها في الكنجلاتور باش تجمد مليح الشوكولاتة باش كنحطو عليها الكريم شانتي ما تزلقش اينا الهني اشترى ذيكا مني شرا فيه مليح وهوش قدامي حطيت الكريم شانتيه على الحرف ومزلت الشوكولاتة مجمدتش مليح يخي زلقو ليك عبيت زلقو طاحو ولي بقام الشانتيه حطيت من اللوطة باش غطيت بها هيك السايلا ذيكا متاع الشوكولاتة وزيد باش ملا وحش الباقي وزينوها كيما تحبو تشتهي وعندكم برشا افكار تنجمو تعملو تحطو فيها اللي تحبو يعني فبليبش خاليها هاكا ومن بعد زيت زينتها بشويه في غمي سيل في كل اطراف وهي لي الجاتو امتي انا اهي حاضرت شنوها اما البنينة ولا مش ابنينة ايه صحة وبقى فرحة البنتي عملتها موفيش الامة تحب على خبزة جاتو قلت لها كيفيش نعملها تصرف كيفيش تعملها المهم انا نحب الروح نلقاها سوربريز وقتيش وكيفيش ما نعرش ايه قلت نعمل هي لها سوربريز وروحة تلقاتها فرحت بها اما بصراحة بصراحة عالية ياسر ما تحيسش روحك تتمتع بانو كهيت الكل مع بعض هكا ولا يا مل كي تبدى واطية ومربعة هكيه وتبدى طرية القاتو وكل تحيس روحك تتمتع بانو كهيت اما هكا عالية بصراحة تحيس روحك تتعرك معاه ولا تاكل تشتر نوكها واحدة وشتر نوكها الاخرى واحدة اما كي قاتو تنجح به انا واحدة من الناس ما عش نعود مش خاطرها مش بنينة ليه بنينة اما كبيرة ياسر حقا عالية ياسر منش مستاذبه مش جوي اكا عقويني وصفتنا كيلة اليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم في حلقة اخرى ووصفة اخرى وبسليما وبسليما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا